سلام عليكم ورد في الأثر أن الخضرة عليه السلام له أدوار مع الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين وأوضح هذه الأدوار ما ذكره كتاب الله عز وجل بينه وبين نبي الله موسى عليهما السلام وليس فقط الأنبياء كذلك مع الأئمة الاثنى عشر عليهم سلام الله فهذا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر أنه في أحد الأيام بينما كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة أقبل شيخ طويل القامة عريض المنكبين حسن اللحية سلم بكل احترام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله عن أحواله ثم التفت إلي وقال السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته فتوجهت أي علي عليه السلام إلى رسول الله وقلت وهل هذا صحيح فأجاب نعم صحيح فلله أربعة خلفاء الخليفة الأول هو النبي آدم والخليفة الثاني هو النبي داود والخليفة الثالث هو هارون وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فأنت خليفة ووصي ووزيري كما ورد عن الإمام علي عليه السلام كان جالسا في مسجد البصرة ومعه كميل بن زياد في جماعة من أصحابه وذكر ليلة النصف من شعبان إلى أن قال ما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر إلا أجيب له فلما انصرف جاء كميل إلى أمير المؤمنين يسأله عن دعاء الخضر فعلمه إياه وقال احفظه وادعو به أما الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه حين سئل عن بقية الله عن المهدي عجل الله ظهوره قال مثله مثل الخضر إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور وإنه لا يحضر المواسم أي مواسم الحج في كل سنة ويقف بعرفة يؤمن على دعاء المؤمنين وسيؤنص الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته تكشف المرويات عن أدوار عديدة للخضر عليه السلام مع الأنبياء والأئمة منذ أن ولد إلى بقية الله في الأراضين فما سر هذا المقام للخضر وهل كان يحضر عزاء لأمة عليهم سلام الله وفيما لو صبر عليه موسى عليه السلام هل كان سيريه مزيدا من علوم السماء نحور الكلام في حلقة الليلة الخضر مع النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان السلام عليكم سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد ورد في سورة الكهف سيرة العبد الصالح التقاه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة أو تكاد تجمع على أن الذي هو مذكور في الآيات هو الخضر عليه السلام بل يشترك مع المسلمين غيرهم في هذا التشخيص ولسنا في هذه الحلقة لنبحث في تفسير الآيات الواردة لأن الموضوع هذا قد تطرقنا إليه مرارا في أجوبة السادة المشاهدين ولكننا سنأتي على دور الخضر عليه السلام مع رسولنا وأهل بيته صلى الله عليه وآله فالخضر وفقا لما ورد في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق اسمه تاليا بن ملكان عابر بن أرفخشاذ بن سام بن نوح أما في كتاب كمال الدين فهو بليا بن ملكان بن عامر بن أرفخشاذ بن سام بن نوح عليهم السلام وإنما سمي الخضر لأنه جلس على أرض بيضاء فاهتزت خضراء فسمي لذلك أما التعريف القرآني فهو بالوصف فقط حين قال تعالى فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فهو صاحب رحمة مهدات من الله تعالى وعلم لدني ينقضح في لبه وعقله فندرك من خلال الآية أن من آتاه الله الرحمة والعلم من لدنه لا يمكن أن يفعل شيئا مخالفا كقتل الغلام بغير حق أو خرق السفينة بغير حق وهو ما أوضحته الآيات بعد ذلك بقوله تعالى وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستع تستع عليه صبرا فهل كان موسى هو الحجة على الخضر أم أن الخضر كان الحجة على موسى لا يستطيع أحد أن يجيب بدقة إمامنا المعصوم عليه السلام فقد ذكر صاحب تفسير القمي ما نصه اختلف يونس وهشام بن إبراهيم في العالم الذي أتاه موسى عليه السلام أيهما كان أعلم وهل يجوز أن يكون على موسى حجة في وقته وهو حجة الله على خلقه فقال قاسم السيقل فكتب ذلك إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسألونه عن ذلك فكتب في الجواب أتى موسى العالم فأصابه وهو في جزيرة من جزائر البحر فسلم عليه موسى فأنكر السلام إذ كان بأرض ليس فيها سلام قال من أنت قال أنا موسى بن عمران قال أنت موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليما قال نعم قال فما حاجتك قال جئت أن تعلمني مما علمت رشدا قال إني وكلت بأمر لا تطيقه ووكلت أنت بأمر لا أطيقه من هنا نعلم أن الخضرة حجة على موسى في علم الباطن والواقع وموسى حجة عليه في علم الظاهر والشريعة من هنا يرى بعض المحققين أنه لا يمكن لمشروع العدالة في الأرض أن يترسخ إلا بالحجتين معا الظاهر والباطن الواقع والشريعة وهذا من مختصات إمامنا المهدي عليه السلام حصرا بما يتلاءم مع نوره البرهاني وحجيته الشاملة لكل ما يقتضيه مشروع العدل المطلق لأن الله تعالى هو في السماء إله وفي الأرض إله كما ذكرت الروايات أن الخضرة عليه السلام شرب من ماء الحياة روى الحسن بن فضال كما في كمال الدين للصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال إن الخضرة شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور وإنه لا يأتينا فنسمع فنسمع صوته ولا نرى شخصه وإنه لا يحضر حيثما ذكر سلام الله عليك فمن ذكره منكم فليسلم عليه على نبينا وعليه السلام إنه وإنه لا يحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته أما عين الحياة فلها عدة معاني منها ما روي بسند صحيح عن أمير المؤمنين في جواب حبر اليهود قال هي عين الحيوان التي انتهى موسى وفتاه إليها فغسل فيها السمكة المالحة فحييت وليس من ميت يصيبه ذلك الماء إلا حي وكان الخضر على مقدمة ذي القرنين يطلب عين الحياة فوجدها الخضر وشرب منها ولم يجدها ذو القرنين كما روى الباقر عليه السلام عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال في رواية طويلة ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيها وهي عين الحياة فلا يموتون أبدا وهذه العين على ما يبدو هي في الآخرة وليست التي شرب منها الخضر عليه السلام أما عين الحياة الحقيقية والمتيسرة لكل من ورد إليها فهي محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله روى صاحب شرح الأخبار عن الفضل ابن يسهار قال تحدثنا عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فذكرنا عين الحياة فقال عليه السلام أتدرون ما عين الحياة قلنا الله وابن رسوله أعلم قال نحن عين الحياة فمن عرفنا وتولانا فقد شرب عين الحياة وأحياه الله الحياة الدائمة في الجنة وأنجاه من النهر وقد كان الخضر عليه السلام يظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ففي عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الإمام الرضا عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم عن علي عليه السلام قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله في بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طويل كث اللحية بعيد ما بين المنكبين فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ورحب به ثم التفت إلي فقال السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته أليس كذلك هو يا رسول الله فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بلى ثم مضى فقلت يا رسول الله ما هذا الذي قال ما هذا الذي قال لي الشيخ وتصديقك له فقال أنت كذلك والحمد لله إن الله عز وجل قال في الكتاب إني جاعل في الأرض خليفة والخليفة المجعول فيها آدم وقال الله عز وجل يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقال عز وجل حكاية عن موسى حين قال لهارون خلفني في قومي وأصلح فهو هارون فهو هارون إذ استخلفه موسى عليه السلام في قومه فهو الثالث وقال عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فكنت أنت المبلغ عن الله وعن رسوله وأنت وصيي ووزيري وقاضي ديني والمؤد عني وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك الشيخ أولا تدري من هو قلت لا قال ذاك أخوك الخضر عليه السلام فعلم وفي الكافي بسند صحيح عن الإمام الجوادي عليه السلام قال أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن بن علي عليهما السلام وهو متكئ على يد سلمان فدخل المسجد الحرام فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين فرد عليه السلام فجلس ثم قال يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام سلني ما بدا لك قال أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه وعن الرجل كيف يذكر وينسى وعن الرجل كيف يشبه الأعمام والأخوات فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن فقال يا أبا محمد أجبه قال فأجابه الحسن فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وآله والقائم بحجته وأشار إلى أمير المؤمنين ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته وأشار إلى الحسن عليه السلام وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه والقائم بحجته بعده وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين وأشهد على جعفر بن محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محمد وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى وأشهد على علي بن محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي وأشهد على الحسن بن علي على أنه القائم بأمر علي بن محمد وأشهد على رجل من ولد الحسن يعني الحسن العسكري لا يكن ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئ الظلما وجورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فمضى فقال أمير المؤمنين يا أبا محمد لولده الحسن اتبعه فانظر أين يقصد فخرج الحسن بن علي عليهما السلام فقال ما كان إلا أن وضع رجله خارجا من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأعلمته فقال يا أبا محمد أتعرفه قلت الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم قال هو الخضر عليه السلام وفي رواية طويلة من كتاب التوحيد للصدوق بسند صحيح أن علي عليه السلام قال سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكئا على عصار فلم يزن يتخطى الناس حتى دن منه فقال يا أمير المؤمنين دلني على عمل أنا إذا عملته نجاني الله من النار قال له اسمعي هذا ثم فهم ثم استيقن قامت الدنيا بثلاثة بعالم ناطق مستعمل لعلمه وبغني لا يبخل بماله على أهل دين الله وبفقير صابر فإذا كتم العالم علمه وبخل الغني ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبور وعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي الكفر بعد الإيمان أيها السائل فلا تغترن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتى أيها السائل إنما الناس ثلاثة زاهد وراغب وصابر فأما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يحزن على شيء منها فاته وأما الصابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئا صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها وأما الراغب فلا يبال من حل أصابها أم من حرام قال له يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمان قال ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حق فيتولاه وينظر إلى ما خلفه فيتبرأ منه وإن كان حميما قريبا قال صدقت والله يا أمير المؤمنين ثم غاب الرجل فلم نره فطلبه الناس فلم يجدوه فتبسم علي عليه السلام على المنبر ثم قال ما لكم هذا أخي الخضر عليه السلام كما روى في كمال الدين قال أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جاء الخضر عليه السلام فوقف على باب البيت وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله قد سجي بثوبه فقال السلام عليكم يا أهل بيت محمد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله خلفا من كل هالك وعزاء من كل مصيبة ودركا من كل فائت فتوكلوا عليه وثقوا به وأستغفر الله لي ولكم فقال أمير المؤمنين عليه السلام هذا أخي الخضر عليه السلام جاء يعزيكم بنبيكم صلى الله عليه وآله وفي الكافي وكمال الدين عن أسيد بن صفوان صاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين عليه السلام ارتج الموضع بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وآله وجاء رجل باكيا وهو مسرع مسترجع وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين عليه السلام فقال رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناءا وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا قويت حين ضعف أصحابه وبرزت حين استكانوا ونهط حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله إذ هم أصحابه كنت خليفته حقا لم تنازع لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين فقمت بالأمر حين فشلوا ونتقت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوطا أقلهم كلاما وأصوبهم نطقا وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور كنت والله يعسوبا للدين أولا وآخرا الأول حين تفرق الناس والآخر حين فشلوا كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا فحملت أثقال ما عنه ضعفه وحفظ ما أضاعه ورعيت ما أهمله وشمرت إذ اجتمعه وعلوت إذ هلعه وصبرت إذ أسرعه وأدركت أوتار ما طلبه ونال بك ما لم يحتسبه كنت على الكافرين عذابا صبا ونهبا وللمؤمنين عمدا وحصنا فطرت والله بنعمائها وفزت بحبائها وأحرزت سوابغها وذهبت بفضائلها لم تفل الحجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجب النفسك ولم تخر كنت كالجبل لا تحركه العواصف وكنت كما قال أمن الناس في صحبتك يا وذات يدك وكنت كما قال أي رسول الله ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله كبيرا في الأرض جليلا عند المؤمنين لم يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لأحد عندك هوادة الضعيف عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فيما فعلت وقد نهجت السبيل وسهلت العسير وأطفأت النيران واعتدل بك الدين وقوي بك الإسلام فظاهر أمر الله ولو كره الكافرون وثبت بك الإسلام والمؤمنون وسبقت سبقا بعيدا وأتعبت من بعدك شديدا فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام فإن لله وإن إليه راجعون رضينا عن الله قضاه وسلمنا لله أمره فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا كنت للمؤمنين كهفا وحسنة وقنة راسية وعلى الكافرين غلظة وغيظة فألحقق الله بنبيه ولا أحرمنا أجرك ولا أضلن بعدك وسكت القوم حتى انقضى كلامه وبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم طلبوه فلم يصادفوا هذا بعض أحوال الخضر مع محمد وأهل بيته أما حاله مع المولى سلام الله عليه صاحب الزمان عليه السلام فهذا يحتاج إلى حلقات أخرى وإلى مقاربات مختلفة إن شاء الله تعالى حياك الله نسمع سمحت الشيخ بين علم الظاهر والباطن والواقع الفرق إذا تكرمتم لنا وللمشاهدين الفرق بين علم الباطن والواقع والظاهر والشريعة علم الواقع نعم يكشف عن واقع الأمور بنسبة 100% علم الظاهر يظهر من الأمر بنسبة يظهر الآن ظاهرا السائل الذي في هذا الفنجان طاهر في الواقع لا أدري أنا بشو مكلف بالظاهر ما مكلف بالباطن لا تجوز الصلاة بثوب نجس نجس أنا الظاهر أن ثيابي طاهر هلأ بالواقع إذا أدخلت الثياب إلى مختبر هل ستجد جزيئات من الدم ممكن هل ستجد جزيئات من البول ممكن ليش لا هل أنا مكلف بالواقع لا لا في ظاهر الأمور في المعادلة الرياضية الظاهر شيء والواقع شيء يعني لما أرسلت وكالة ناسا شالينجر إلى الفضاء وانفجر بعد دقيقة ونيف من انطلاقه كانت الحسابات كلها صحيحة وفي الظاهر كانت الأمور كلها صحيحة لكن ما التفت أن نتيجة الجليد الجوان الحلقات المطاطية التي تفصل بين غرفة الاحتراق وغرفة التخزين السائل الذي تضيق ولو بنسبة جزء من جزء من جزء من مليمتر مما ساهم بالتسرب هذا التسرب أدى إلى الانفجار الواقع شيء والظاهر والظاهر بينما الحسابات الفيزيائية الرياضية كلها تمام أزيلت جميع العقبات الظاهرية بقي الأمر الواقع الذي فرض نفسه بالشريعة في ظاهر وفي واقع من الذي يكشف عن الواقع بنسبة مئة بالمئة؟ المعصوم المعصوم بس فقط صح قد تشتبه قد يحصل عندك اشتباه من الذي يزيل الشبهة؟ المعصوم أيضا هو أكثر من هاك هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم تخيل أنك تستهل نعم فترى الهلال ترى حجي عليك ولا لا صح طيب في الأيام العادية إذا رأيت الهلال تكليفك شو؟ تاني يوم الصوم الصوم أو الإفطار نعم حسب الأشهر جيد لو كنت في زمن رسول الله وقلت يا رسول الله في ذاك أبي وأمي ونفسي وأهلي ومالي إني أرى الهلال قال لك رسول الله أنت مشتبه لم ترى الهلال لم ترى الهلال خلص كشف عن العلم الواقعي مئة من مئة في مقابل العلم الظاهر الذي لك وكلامه يسري كلامه الشريعة وكلامه لا شيء في مقابل كلامه نعم لماذا لم يعمل الأنبياء بالواقع بالحكم الواقع لأن هذا يوجب اضطرابا لدى الأمة لدى الأمة يعني إذا جاء شخصان مختلفان قبل أن يسمع منهما النبي يقول أنت محق أنت مبطل أعطي عشر تلاف درهام صفعه كفين حولوا هذا زنى يرجم إذا كان محسنا وهذا زنى يجلد إذا كان غير محسنا ستطرد يقول له من أين لك هذا أنت تتشفى بالناس على الأقل على الأقل أطلعنا على ما تعلم فإذا نجعلنا معك أنبياء وهذا أمر مستحيل فكان المعصوم مأمورا دائما بتسييل العلم الواقع الذي لديه إلى علم ظاهري يصلح الاحتجاج به ويتعقله الناس ما ضرورة هل إذا بدي كل حكم يتعقله الناس في أحكام لا تتعقلها الناس لماذا المسح على الرأس وليس غسل الرأس في الوضو بوين وجه العقل في المسح هلأ بتجيب للتخريجات بقول لك هاي حكم أما علة العل الأساس العل الأساس التي جعل المسح على الرأس في الوضو مسح فقط طيب مرة حدثت مع داود أذن له الله أن يحكم بعلمه ضج بنو إسرائيل ضج بنو إسرائيل وما أردوا بذلك فأوحى الله إلى أن يا داود تحكم بالظاهر وعلى المدعي البيني وعلى المنكر اليمين بالظواهر ما مطلوب منك أن تحكم بالواقع مشروع العدالة الإلهية مشروع العدالة الإلهية يتطلب الحكم بالأمرين معه بالواقع والظاهر لهني مع صاحب العصر فقط من مختصاته سلام الله لأن مشروع العدالة حجيته تتطلب هذا الأمر يحكم بحكم داود الذي كان قبل الناسخ وهذا ما عليه رواياته أما الظاهر يعني الآن مثلا أنا قاضي استاذ أحمد سمعت جاري وشاهدته يضرب زوجته وصلت الدعوة عندي أنا ما فيني أقول إني أعلم واقعا أنه قام بضربها فهي لا تأمن على نفسه أبدا لا يحكم القاضي بعلمه كيف يمكن لهذه المعلومة لهذا العلم أن يصبح يسيل ظاهرا ظاهرا يحتج به أنا أصبح الطرف واجبتي أن أتنحى أن لا أكون طرف أن أتنحى عن الحكم فيستلمه غيري فأنقلب من حاكم إلى شاهد عندما أشهد بما رأيت ويشهد معي شخص آخر فتقوم البين لدى القاضي أكون قد سيلت ما هو علم واقعي بس ما بيقلي حق أنا أحكم بما رأيت كقاضي ما إلي حق وشاهد كيف يكون القاضي شاهدا يعني يحكم بعلمي طيب هذا الرجل إذا قال لي أنت معك شخص تاني شايفني قل له لا طيب إذا كنت أتنين لاش ما بتشهد وعند غيرك أصبحت طرفا أنت تشهد لصالح زوجتي ملتفت خطورة خطورة أن يحكم بواقع الأمور خطر جدا هذا الكثير فعلا ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء هذا الذي ادعى أن أباه سافر في تجارة فرجع التجار ولم يرجع أباه قال قالوا لي أنه توفى ولم يخلف شيئا وأنا يا أمير المؤمنين عندي شك بأنه يكونوا أتلينه وسرين له أغيره جلس أمير المؤمنين على دكة القضاء قال لا أحكمن فيه بحكم داود جيبوهم جابوهم افصلوا بينهم افصلوا بينهم شرطت الخميس إذا سمعتموني أكبر فكبروا سأل أول واحد منهم متى مات قال عصرا بما كفنتموا قال بسلاثة الثياب الله أكبر يصيحوا الله أكبر هاديك يعدين بعيد عم يسمعوا التكبيرات طبعا بدأت مفاصيلهم ترتعد تكروا أعترف من شدة ما كبر أمير المؤمنين والأولين لم يعترف عليهم قال خذوا افصلوا جيب التاني قال قد أقررت صاحبك فأقر قال العفو يا أمير المؤمنين والله قتلناه في يوم كذا ويوم كذا أقروا على أنفسهم بالقتل وفالفعل أمير المؤمنين قال إني إن صاحبك قد أقر بما سألته وهو فعلا سألوا كيف ماتوا وين دفنتوا أقر الرجل وإن كان كاذبا في ذلك فالإمام يعلم أنهم قتلوه ونهبوه لكنه كيف يمكن أن يسيل حكمه الواقعي إلى حكم ظاهري بهذا الأمر موسى والخضر موسى والخضر عليه السلام عليهما السلام كل واحد تكليفه غير التاني واحد مسمح له يحكم بالواقع واحد ما مسمح له يحكم إلا بالظاهر موسى ولذلك سبقه قال إنك لن تستطيع معي صبرا لأن تكليفي غير تكليفك كما أنه أنا لو أردت أن أتبعك لما استطعت صبرا كلفت بعمر لأنه أنا مكشوف يعني مكشوف لي الأمر أن أحكم بالواقع من يمضطر أسلك سبيلك فأنا لا أستطيع معك صبرا أيضا نفس المعادلة لا تطيق ما أنا عليه ولا أن تطيق ما أنت عليه هل كان تكليف الخضر تكليفا عاما لا كان حجة في ثلاثة أمور ذكرها لنا القرآن الكريم قضية الغلام وفكرة الغلام هل هو غلام صغير في قراءة أقتلت نفسا زاكية مش زكية زاكية نامية يعني بعض بده يكبر ربما يكون بالغ ومكلف وهو الأرجح عندي ومع ذلك قال ما فعلته عن أمري ما فعلته عن أمري ولذا كان قتال أمير المؤمنين وقتال مالك الأشتر شيء آخر قال يا أمير المؤمنين كلما قتلت كلما اعتليت أحدا بالسيف قتلته ما عنده جرحة عليهم لم نسمع أنه أحدا جرحه عليهم في معركة وشفي لا 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 إما جرحه فمات كطلحة بن أبي حاب وإما العبدري عندما أطلنا قدميه مع بعضهم البعض قال ضربته ضربة لن يعيش بعدها أبدا فأحصينا لك في صفين في إحدى الليالي خمسمائة تكبيرة وأنا قتلت خمسمائة مالك قال يا مالك مالك الأشتر أنا لا أقتل من يخرج من صلبه مؤمنا تكليفي غير تكليفة أنا أنظر في الوجوه فأتفرس فإن كان في صلبه نسمة مؤمنة لا أقتله أنت تكليفك أن تخبط تدافع دفاعا عشوائيا تكليفك غير تكليفي لا أنت تستطيع معي صبرا ولا أنا أستطيع ما هم نفس العبد لا لا هلأ أمير المؤمنين يستطيع في كل شيء لكن هو رحمة مهدات حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم هذا الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر وهذا تجده في كل شيء من حولك في كل شيء من حولك يعني الآن المشاهدون الظاهر أنني أشرب سائلا ساخنا الظاهر لديهم أنا الواقع أن هذا زهرار وساخن عندي إلمامهم بالواقع أكثر منهم منهم لأنه يقينا أمامك نعم المسألة مع الإمام سلام الله عليه أنه كيف يمازج بين الظاهر والواقع هو محنة للناس امتحان بالحكمات صلوات الله وسلام عليكم سلام الله يعني تصور أن يأمرك مثلا بقتل ابنك ما في مجال إن عصيته خرجت من ابنك وإن فعلتها كنت كذلك الحكم الواقع صعب صعب مستصعب ولذا يعز أنصاره بداية إلى أن تثبت الأيام صحة حكمه الواقع أما السفينة فكانت لمساكينة وكان وراءهم ملك يأخذ كله لما نوضح له فيأبون إليه فيأبون إليه صلوات الله وسلامه عليه نعم نعم صلوات الله وسلامه عليه نعم نعم